السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى فيديو جديد. في فيديو سابق كنا تحدثنا عن هذا الجهاز. جهاز الاندرويد تيفي. وفي هذا الفيديو حبيت احشيكم عن جهاز اندرويد اخر. صراحة يعني شفتو بتفوخ كثير على الجهاز الماضي. الجهاز اسمه انفيديا شيلد. اصلا في انفيديا شيلد وفي انفيديا شيلد برو تيفي. مانش متأكد هذا اي واحد فيهن. بس على اغلال ابنه برو. وهذا في منه نسختين. في 2017 و2019. نسخة احسن كثير من 2017. صراحة ان الجهاز هذا جبته مستعمل. بس مع ذلك حبيت اعمل المراجعة او ارجيكم اياه. لانه صراحة شبته بستهل اكثر من هيك. طيب الجهاز بالاضافة لميزاته الكثير اسعى مشوفه. فيك تتحكم فيه بالريموت تبع التلفزيون. يعني ما فيش داعي يكون عندك ريموت اضافي حتى تتحكم بهذا الجهاز. هو الجهاز اذا بتشتريه جديد بيجي معه ريموت. بس اني صراحة اشتريته مستعمل. فما كانش معه ريموت. فيك تتحكم فيه بالريموت. واحسن منيك فيك تتحكم فيه باليد هاي. او الكنترولر. مثل كنترولر البلاي سيشن. تقريبا حقها خمسين يورو اذا بحثت عليها بالمستعمل. القصد انه هاي الكنترولر فيك تستعملها مع هذا الجهاز كتحكم. وفيك اضلا تستعملها للألعاب. يعني بكون فيه ألعاب موجودة فيك تلعب عليها مباشرة. طيب حاليا اني شهر الجهاز. الجهاز بيجي اول شي اذا جبته جديد يعني بيجي معه جهاز تحكم. زائد طبعا الشاحن. والوصلات الاضافية. طيب او دليل استخدام ايه. وبالاضافة الى ريموت تبع الجهاز. بس مثل ما قلت لكم اني جبته مستعمل فعشان هيك ما كانش فيه ريموت. طيب حاليا خلينا اشغلوا على التلفزيون حتى ارجيكم يا شلون بكون عمليا. طيب حاليا الجهاز او التلفزيون يعني ما فتحش مباشرة على المأخف لازم نروح الاندرويد او الاندرويد يعفون. يعني بس رح نروح السورس و رح الاندرويد. طيب. هاي شاشة اول ما تفتح. مثل ما قلت الجهاز فيه خصائص الاندرويد. بالاضافة للاضافات الجديدة الموجودة مع الانفيديا. منها مثلا الانفيديا جيمز. طيب مثلا استخدام ارجيكم اذا بدني بحثهم في الصفحة الرئيسية. ليده حاليا مش شغالة لانها مطفية. بس اذا كبست الزر الاخضر هون موجود. مفروض يروبط لحاليا بسه. طيب حاليا دعم اتحكم من الكنترولر. يعني كبسة من فوق بروح لفوق. كبسة من تحت بروح تحت. وفيني كمان اتحكم بجهاز التلفزيون. كمان. هذا جهاز التلفزيون قاعد بنزل على تحت. او طلع على فوق كمان. طيب اذا رحيت مباشرة للفوق. هون الصفحة رئيسية اقتراحات تطبيقات. بس اروح ارجيكم الاعدادات والسوارف السوارف تبا. سكون اعادة تشغيل. اه. انا نروح على لمحة شان نشوف بعض اللمحات. اذا بدك تروح تشوف اسم الهاز اسم الجهاز شيلد. فيك تعريد تشغيل. يقاف تشغيل. حالة. معلومات قانونية وبعض الشغلات الاضافية. القصد ها يمكن متهم المطورين اكثر من انا. احنا منحب الشغلات الثانية. الشغلات الترفيهية مثلا. طبعا اللغة فيك تغيرها يحط عربي او انجليزي او الماني او اي لغة متوفرة هون. مثل كل اللغات المتوفرة في اندرويد. طيب. اذا راحت هون على التطبيقات في عندك تروح على بحث. او انقر للتحدث. صراحة ميزة حلوبة هون كثير انه اذا قارت للتحدث يعني انه بفهم عليكم مباشرة. بس هالساعة هون صراحة ليش عارف شو بنبحث. بس هالساعة بس اروح اليوتيوب وورجيكم مثلا. انه ببحث مباشرة يعني بفهم الاسم و اكتب لك يا دوري. طيب مثلا هالسا هون عندك التطبيقات مثل ما قلت لكم تبعات الاندرويد يعني عندك نيتفليكس يوتيوب براين فيديو هاي التطبيقات كلها المشهورة. بالاضافة لجوجل ستور. كمان اذا بدك تنزل برامج اضافية غير موجودة اصلا على البلاي ستور فيك تنزل اه تنزل يعني عن طريق الارسال للجهاز. طيب هاي براين فيديو. طبعا هالشاغلات مثلا براين فيديو هاي بدها اقتراح. معنو بطلع لك ايها بشاشة رئيسية. بس بدها اشتراك عفون مش اقتراح. طيب خلانو نطلع لفوق السابس. خلانو روح هاي الصفحة الرئيسية هاي الاقتراحات هون التطبيقات هون التطبيقات. عندك نيتفليكس يوتيوب مثل ما قلنا. هابا تطبيق تطبيق بليكس حلو. تطبيق يعني بورجيكم كل القناوات الاجنبية اللي بدك اياها. بس الاسف ما فيوش ترجم يعني. بس القصد اذا فت عليها مثلا. بعطيك كل. فيكم تقولون انه مثل اليوتيوب. بس انه اول شي ما يبلش اعلان يعني. هون مثلا فيك تشوف السنافر. بس بلغة الالمانية الساعة مثلا اذا تبلشته. اذا اعطيت التشغيل بشتغل. هاي الحلقة دولة مثلا. بس اول شي المفروض يكون فيه اعلان هاسا. توقع. طيب ان صراحة اقتصرت اقتصرت العلان خفت من حقوق النشر. بس مرحبا حاليا. فتنا على السنافر. قاعد يمشتوه الماني. طيب القصد ان هذا التطبيق تطبيق حلو كثير يعني. فيك تروح كل السيزانات او المواسم موجودة للمسلسل هاب. وفيك تروح كمان هو تروح نشوف اللايف تي في. او يعني التلفزيون مباشرة. وفيك كمان تروح تدور على موفيز عن شو. يعني اذا بحثت مثلا اذا بحثت عن شي مسلسل بريكينج بات او شي. بكون بدو اشتراك بديك على اشتراك تقع نتفكس بقول لك لازم تشترك. بس الشغلات اللي ما بداش حقوق نشر مثلا. الشغلات تكون منشورة بشكل عام. بقول لك انه فيك تفوت عليها بتشوفه هون. مباشرة. طيب هذا تطبيق زمو تطبيق بلكس هذا موجود على هذا الجهاز. بس هذا التطبيق يعني بتوقع انه متوفر لكل الاجلسة اللي عند رويد يعني. انه مش ميزة للجهاز هذا. اه تطبيقات الاضافية او الميزات اللي ممكن تلاقيها. مثلا قلت لكم انه مثلا ترسل ملفات لعند هذا الجهاز. اه تنزل برامج اضافية هون بدون ما يعملك مشاكل. في عندك تطبيقات الالعاب هاي. مثلا بارسيك اه وامدي لينك وانفيديا جيمز. هون مثلا الانفيديا جيمز فيك انت تفوت له هون وتصير تلعب الالعاب اللي موجودة على السيرفرات تبعات الانفيديا. طبعا انه لا لازم يكون عندك حساب ووجهين يعني لازم سجل دخول على حساب انفيديا. وهما بعطوك تقريبا اه ساعة كل يوم. يعني حاليا اذا بدنا نفوت طبعا على فورتنايت. فيني العاب هاي على مدة ساعة. بس بعدين بيقول لي اذا بدي اكثر من ساعة بيقول لي لازم تعمل اشتراك. طبعا الفكرة باشتراك حلوة انه قاعد تلعب يعني انه قاعد تنزل الالعاب. بس الفكرة انه بس بخلوك ساعة بليوم. اغافوا اذا اشتراكت يعني المفرض ان يكون اكثر من الساعة. بس في بعض الالعاب يعني رح يكون عليها اه دفع. يعني حتى لو اشتراكت لازم يكون فيها العاب عليها دفع. حاليا انا ساقعد بالعمل قاعدين بشغل للعبة فورتنايت. طبعا اللي بس عن بوب جي ما في وش بوب جي صراحة اندورت على بوب جي وما لقيتش. يعني في بعض الالعاب مجانية بس مشكلة الالعاب متوفرة. وانا من بعض الالعاب. يعني مثل فورتنايت وغيرها. بس حبيت اوارجيكم على الدقة اشتراكت هاي الدقة المفرضة على فوق هي. ولي ظل كابس بيع حتى يروح ينتقل. طبعا فيك تنظر من المعرق الان بس اذا بدك تنطلع احنا نطلع من اللعبة صراحة. مجيش العامن هي. بس حبيت اوارجيكم مياه. فيك تكبس على كبسة الهوم مثل اندورويد هون الكبسة. بيجي واختك هاي برا ليته المفروض. هيك طلعنا برا الانفيديا حاليا. اذا بدك تفتح الانفيديا او اخر تطبيقات مثل الاندرويد. فيك تكبس مرتين هيك. هاذا الانفيديا جيمز فينا. اضعي رفض هيك مرة ثانية. استعملك بس البي اللي هي هون مثل الدويرة في البلاي ستيشن. فارجع فتحنا اياها. طيب. هاي مثلا لعبة الانفيديا جيمز او الانفيديا جيمز مثلا عفوا. فيه تقريبا كثير من الالعاب بشكل مجاني. بس في كثير كمان من الالعاب مدفوعة او بدك تدور عليها يعني. طيب باتوقع هون قاعد بسوي او المكتب التبع يعني. شو موجود فيها. ماي لاي براني. اه في عناك مثلا جي فورس ناو. بس اورجيكم اللعب المجاني. هاي الالعاب المجانية الموجودة على الانفيديا جيمز. في المكتبة يعني اني منزلها او موجودة هون. هاي الالعاب الثانية. مثلا عندك كونتر سرايك. وار تاندر. وور فريم. هاي الالعاب الثاني كون شو هاي. تيم فورترس. طيب. القصد انه في كثير من اللعاب متوفر هون. اه ميزة اضافية كمان ان فيك تبث من الكمبيوتر. الحاسوب يعني تبعك على هذا الجهاز يعني. هو من قولك انه اه 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 اين هاي. اعدادات. هاي جي فورس ناو. اذا فتف على الجهاز تبعك يعني جهاز الكمبيوتر طبعا لازم يكون عندك اول شي جهاز في اه انفيديا. كرت شاشة انفيديا وفيه ومنزعي جي فورس ناو. بس النزعي مثلا عندك تلعب فورتنايت. عندك فيك تلعب فورتنايت وتبث على هذا الجهاز مباشرة. بشكل مباشر بحيث تطلع على الشاشة هاي. وفيك ساعة عاد تلعب به هذا الكنترولر. طيب هاني نرجع الساعة لورا. هاي اه الانفيديا جيمز. هذا شيء غلا شغلته شغلته حلو كثير مثل ما قلت لكم. وفي هذا الاس بيكس اه اه بي اس اكس اي. طيب هذا كمان شغلته جويدة. هذا فيك تنزل العاب قديمة عليه يعني. اللي بحب العاب مثلا بلاي ستيشن ون بلاي ستيشن تو. اللي عاش على الجيل الاثري هذا. فيك تفوت لهون وتنزل الالعاب. طبعا لازم تكون منزل الالعاب اول شيء من موقع براني. موقع صراحة نسيت اسموه. كل مرة بقول لي اخوي اسمو واني بنزه. الآن اي حانية منزل بعض الالعاب مثلا. لقد قلت لوران جيمز. او اخوي منزل بعض الالعاب هون. مثلا عندك كراش. درايفر. ميدالوف هنر. اه ميتر السلق. هاي يعني بعض الالعاب كنا نلعبها بهذه زماناتين. مثلا إذا جربنا بيبسيمان. طيب راح اختصر شوي. عبين ما يشتغل اللعبة. طيب هاي نلعب بيبسيمان مثلا. انا حاني قاعد بيعب الكنترول بشكل نظامي. ها او بيبسيمان صار بنطوض حالة. طيب قلت واقع صراحة. انا محب الليبسيات كلهم. فاني نرى سريعا نخلص اللعبة. طيب خلصت اللعبة حاليا بس حاليا بس حالي حالي حابة اتبرجيكم انه فيكم تلعبوا الالعاب مثل بيبسيمان او الالعاب قديمة غيرها على الجهاز هذا. طيب خليني نطلع من اللعبة هالسح. واسد اقول له كويت فاني. اقول له يس كويت قيم. طيب يعطيه كويت. القصد هو انه هذا التطبيق يعني فيكم تنزلوا بعض الالعاب القديمة الكثيرة مثل ما ورجيتكم. بيبسيمان وغيرها من الالعاب القديمة. درايفر او غير هيك. العاب بيستيشن ون و بيستيشن تو. طيب الان فيدي قيمس هو هذا احسن شيء يمكن. اذا بدك تلعب العاب على الكمبيوتر اتبثها لهون. وفي هذا الجهاز او فاني تطبيق الاخير اللي بيورديكم اياه انه فيكم تشتركوا او تلعبوا مع ناس موجودين قاعدين بلعبوا اونلاين يعني. اذا فتنا لهون مثلا هالساعة. اذا رحنا هون على يسار الى كيد. هؤلاء الناس قاعدين بلعبوا يعني على سبيل المثال هاي بيلعبوا كوت شو اسمها كوت فاس كيد. ما قال صراحة يوجو اسم اللعبة. بس انه هاي فيها مثلا اثنين من ثلاث موقع يعني بمعنى انه فيني انضم الهم والعب معهم. هاي مثلا هاي فيها ثلاث من خمسة. لعبة فالكو. يعني بفوت بصير اني العب الرابع. هاي كمان اللعب ابلعب فيها. هاي مثلا هاي فيها 2 من ثمانية بس صراحة ان كل اللعاب هاي ما بعرفهاش يعني بدي شوفوا تعليها مثلا بنلعبين يعني نكون نعرفها مش عارف صراحة انه ولا لعب منهن مورت الكومبات مثلا اي 2 من ثمانية يعني صراحة ان جربت انضم من المرة الماضية وما ضبطتش معي يعني صار طيب انضمت ان كل واحد قاعد يتحكم بس مش عارف منه مش قاعد يتحكم بالاشي يعني قاعد يستنى حتى ينضمه كأنه طيب ما بديش انضم نستنى الفكرة انه هاد الزلم مشغله على كوميك ارتبعه مثل ما انتم شاهفين كانو في كوميوتر هناك وقاعد يشغل فيها طيب بدي اطلع ما بديش اظنى هون كنو قاعد يستنى الناس حتى ينضمها طيب مناش نظن نستنى احنا خاني نطلع طيب هذا كمان اخر التطبيق حشيت لكم عنو شو اسمه البارسك وين التطبيقات هاي التطبيقات هون التطبيقات واخر شي التطبيق اليوتيوب مثلا عندك فيه تطبيق اليوتيوب العادي هاد وفي هذا التطبيق نيو بايب اسمه هاد التطبيق احسن يعني انه بدون العلانات بدون شي بس سبعز عني اليوتيوب اذا حتين عنو فعشان هيك رح رروح على اليوتيوب مباشرة بس ادي اورجيكم كمثال عملي مثلا اذا بحثت على القناة اطلعنا ايها مباشرة مثلا هون بدي ابحث عن مثلا اذا بستك بس على ال ا هون مثل اكس وبتقول الاسم اللي بدك ايها مثلا عبدالله اليبرودي يعني اه طلعها مباشرة بحث عنه و لقاها بس اذا بدك تبحث عن شغلات هانية مثلا بحث اه انقول مثلا في منزلي انثى السنجاب طيب ما فهمهاش مزبوط طيب معني حجيته صح بس طلعها بشكل غال بس طلع نتيجة المهم القصد انه طلع نتيجة القصد انه هاي اليده يعني حلوة كثير ميزة انه البحث الصوتي انه ميزة البحث الصوتي ما بتعبكيش كثير بطلع لكي نتائج مباشرة بشكل مباشرة طيب هذا الجهاز اسمه انفيديا شيل صراحة انا اشتريته مستعمل وليس جديد لانه الجديد حقه تقريبا بحدود المية وخمسين يورو اصلا ما اشتريته اش صراحة اخوي الاشتراه وعطا ليها بعدين القصد انه حقه تقريبا جديد مية وثلاثين او بمية وخمسين يورو احيانا بيجي مع كنترولر احيانا ما بيجيش معه يعني حسب الجهاز ببتك تنتبه انت وبس هذا الجهاز حبيت احتيكم عنه اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب بشتركها في قناة شكرا ومتعبات سلامت الله وبركاته شكرا 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 شكرا